السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخاص بأنواع أجهزة القياس الكهربائي طيب إحنا في الفصل الدراسي الأول اتعلمنا إيه هي أجهزة القياس وإيه هو القياس وقلنا إن القياس كان مقارنة كمية بكمية أخرى من نفس النوع أو مقدار بمقدار آخر من نفس النوع لمعرفة ما يحتويه الأول بالنسبة للأخير بس إحنا مش ده بس اللي اتعلمناه اتعلمنا إن كان عندي أجهزة قياس مطلقة وأجهزة قياس بتعطي قيمة مباشرة وأجهزة قياس لا تعطي قيمة مباشرة للكمية المقاسة كمان شفنا تصنيف تاني من حيث التجريل ونظرية العمل قلنا إن كان عندي أجهزة قياس تكاملية وأجهزة قياس ذات مؤشر أو تناظرية وكان عندي أجهزة قياس رقمية وأجهزة قياس تسجيلية كل دي أنواع أجهزة من الأجهزة اللي احنا كنا بنشوفها أو بنتعامل معها في القسم عندنا أو المعمل معمل الهندسة الكهربية طيب النهاردة إحنا هنتكلم عن أنواع الأجهزة وأنواع الأجهزة هنا بيكلمني من حيث نظرية العمل وداخل كل جهاز الجهاز ده تكوينه وتركيبه ومميزاته وعيوبه ونظرية عمله وطريقة استخدامه وقالية استخدامه لو هستخدمه فولتاميتر أو لقياز شدة الطيار هستخدمه إزاي ولو عايزه يقيس أكتر من مدى لشدة الطيار هيقيس إزاي ولو هيقيس جهد هيقيس إزاي وهكذا أول حاجة هنتكلم فيها مع بعض لو بصينا على شاشتنا النهاردة هنلاقي أجهزة القياس ذات الملف المتحرك وده أول نوع من الأجهزة ولو تفتكروا كنا خدنا جدول في الفصل الدراسي الأول في الباب الأول الخاص بأجهزة القياس والخاص بأجهزة القياس كنا جينا في جزء كده اللي هو الخاص بقراءة وجهة الجهاز وجينا في الجزء ده درسنا بعض الرموز والمصطلحات اللي من خلالها بتبقى موجودة على وجهة أي جهاز واللي من خلالها أقدر أقول هو الجهاز ده نوع إيه جهاز زوم ملف متحرك وقلب حديدي متحرك ولا جهاز بمزدوق حراري ولا الجهاز كمان بيبقى فيها رموز الجهاز ده هيثبت في وضع أفقي ولا وضع رأسي ولا وضع مائل طب مائل بزاوية كام هو الجهاز ده هيقيس طيار متردد ولا طيار مستمر ولا هيقيس الاتنين طيار متردد وطيار مستمر هو الجهاز ده هيستخدم في قياس شدة الطيار ولا في قياس فرق الجهد ولا في قياس قدرة ده كله اتعلمناه في الجدول ده واتعلمناه في الرموز اللي شفناها في الباب الاول النهاردة احنا هناخد الرموز دي نتكلم عنها عن الجهاز اللي موجود عليه الرمز ده تمام طيب اجهزة القياز ذات الملف المتحرك تعال كده نشوف الاجهزة دي بتتكلم عن ايه او هي ايه اجهزة القياز ذات الملف المتحرك اللي بتعتمد نظرية تشغيل اجهزة القياز ذات الملف المتحرك ومغناطيس دائم على القوى الميكانيكية الناشئة من مرور طيار كهربي في ملف قابل للحركة موضوع في مجال مغناطيسي منتظم طيب الكلام ده ايه؟ الكلام ده يرجعني يا شباب لإيه؟ الكلام ده يرجعني لإني أفتكر أنه لما تكلمنا عن العزوم لو تفتكر لما تكلمنا في الباب التاني عن العزوم النتجة في أجهزة القياس كان عندي ثلاث عزوم ايه؟ كان عزم الانحراف وعزم التحكم وعزم الفرمالة تمام؟ هي العزوم كانت بتنشأ ليه؟ قال لي نتيجة عوامل داخلية داخل الجهاز طب الجهاز نفسه بيتكون من ايه؟ قال لي الجهاز ده في ملف على قلب حديدي تمام؟ طب الملف ده أطرافه فين؟ قال لي أطرافه هم المجسات اللي انت بتقس بيهم أو نقاط التوصيل بتوع الجهاز ده أطراف الملف ده طب ايه كمان؟ قال لي فيه مغناطيس دائم داخل الجهاز والمغناطيس الدائم اللي داخل الجهاز ده بينشأ عنه مجال مغناطيسي جميل طب الطيار اللي مر أو الكمية الكهربية اللي انت استها ومرت في الملف فيه طيار مر في الملف بتاع الجهاز جميل نشأ عنه مجال مغناطيسي آخر طيب المجالين تفعلوا مع بعض ومحصلة تفاعل المجالين ولدتلي عزم العزم ده تسبب بقى في حركة المؤشر صح كده فده بيبقى نتيجة مجالات مغناطيسية داخلية فبالتالي لما جينا تكلمنا هنا عن جهاز قياز وملف متحرك أو ملف قابل للحركة هنا قال لي انه نتيجة المجالات المغناطيسية الداخلية بيتحرك الملف ده طيب تعال نشوف فيه ايه تاني قال لي والله تركيب جهاز قياز ذات الملف المتحرك أو أجهزة القياز ذات الملف المتحرك لو بصينا على الشكل ده هتلاقي الكلمتين اللي قلتهم لحضرتك دلوقتي فيه ملف داخلي قابل للحركة وفيه مغناطيس دائم سابت موجود داخل الجهاز وده بيبقى بيطلع مجال مغناطيسي دائم باستمرار والملف بيمر فيه طيار بينشأ فيه مجال مغناطيسي ومحصر التفاعل المجالين بيتولد الكلام اللي احنا قلناه العزوم اللي احنا قلنا عليه تمام طيب التركيب ده ايه بقى قال لي والله رقم واحد مغناطيس دائم اللي هو الجزء اللي قدامنا فوق ده اللي هو شبأ حزاء الفرس ده كده تمام طيب رقم اثنين استوانا الاستوانا هي اللي احنا شايفينها جوه دي اللي جوه المغناطيس الدائم رقم تلاتة قال لي عندي ملف كهربي شايف الملف ملفوف فين على الاستوانا تمام كده رقم تلاتة ده رقم اربعة زنبر كلولابي او اللي بنسميها يايات سوسط تمام كده رقم خمسة اوزان والاوزان دي هتلاقيها هي الجزء اللي موجود تحت ده وهنقول الاوزان دي لازمتها ايه وفيدتها ايه واليايات دي فيدتها ايه ولازمتها ايه تمام هفكر كبير ما احنا قلناهم قبل كده رقم ستة المؤشر اللي هو العمود اللي واقف ده كده المؤشر اللي هيطلع على التدريج اللي هو رقم سبعة هنا ده كده تمام يبقى ده تركيب الجهاز او اجهزة القياز ذات الملف المتحرك واحد يقول يا مستر هو الاوزان بتاعت ايه والياي ده بتاعت ايه هقول لحضرتك افتكر لما تكلمنا عن العزوم عزم الانحراف وعزم التحكم وعزم الفرمالة وقلت لحضرتك ان عزم التحكم وعزم الفرمالة كنت قدر احصل عليهم عن طريق يايات او اوزان صح كده او الفرمالة الهوائية او اني اعمل اصقال واوزان اللي موجودة عندنا وشفناها في الجهاز ده فايدتها ايه فايدتها ان هي بتساعد المؤشر انه يرجع لصفر التدريج تاني يعني انا عملت عملية قياس استخدمت الجهاز ده في قياس كمية كهربية وبعدين فصلت الجهاز من عملية القياس فصلته عن الطيار طب وبعدين هيفضل المؤشر فوق قال لي لا داليايات والاسقال دي هي المسؤولة عن ارجاع المؤشر ها تمام كده عن ارجاع المؤشر للصفر تاني مش هيفضل المؤشر فوق عند القيمة اللي اراها لا ده المؤشر بيرجع تاني انت اول ما بتفصل المؤشر بيرجع تاني ليه قال لي الاوزان واليايات اللي موجودة داخل الجهاز هي اللي غلبت المؤشر جذبت المؤشر تغلبت على المؤشر بفعل وزنها او طرد شدها كيايات رجعت المؤشر تاني المين للصفر يبقى دي جزئية رجعنا للباب التاني الخاص الجزء الخاص بالعزوم وطرق الحصول على عزم التحكم والانحراف سواء الايات او الاوزان تمام طيب تعال نشوف نظرية عمل اجهزة القياز ذات الملف المتحرك هنا النظرية بتقول لي ايه عند مرور طيار مستمر بالملف ينتج مجال مغناطيسي وده اللي قلت لحضرتك ملف على قلب حديدي فمر في طيار فبالتالي بينتج في مجال مغناطيسي يحدث تأثير متبادل بينه وبين المجال المغناطيسي المنتظم الدائم الله مش انا قلت لحضرتك ان فيه المغناطيسي الدائم اللي شفناه ده اللي هو كان رقم واحد والملف المتحرك اللي كان رقم اثنين اللي هو رقم تلاتة في التركيب قلت لحضرتك ان الملف هيمر فيه طيار والمجال المغناطيسي الناتج من المغناطيس الدائم موجود ومجال مغناطيسي نتج عن الملف اللي مر فيه طيار صح كده يحدث تأثير متبادل بينهم بين المجال الناتج في الملف والمجال الناتج من المغناطيس الدائم مما يؤدي الى وجود عزم ميكانيك الى وجود عزم ميكانيك يعمل على دوران الجزء المتحرك بالجهاز ويتوقف اتجاه الدوران على اتجاه الطيار طمام كده طيب واحد يقول لي يا مستر انا كلمة اتجاه الطيار دي مش فهمها قوي والضحالي ممكن او والضحالة تفتكر لما اتكلمنا في اجهزة القيازة المؤشر وقلت لحضرتك على المصمار اللي في وجهة الجهاز اللي هو المصمار البلاستيكي اللي فيه مشقبية وقلت لك لو المؤشر مش مزبوط على الصفر ممكن تزبطه من المصمار ده فاكر الكلام ده طيب فاكر لما قلت لحضرتك ان نقاط التوصيل على اجهزة القيازة المؤشر اللي موجودة في معمل الهندسة الكعربية عندك فيه قطبية الجهاز القطبية هنا بيعتمد عليها المؤشر يتحرك يمين ولا يمين كده ياخد قراءة ولا يتحرك لتحت الصفر هنا قال لي وبيعتمد اتجاه دوران اتجاه الدوران للملف المتحرك ده على ايه؟ على اتجاه الطيار يعني لو اتجاه الطيار في عقارب الساعة اتجاه عقارب الساعة هيتحرك في الوضع الطبيعي عكس اتجاه عقارب الساعة هيتحرك عكسي يبقى المؤشر نزل تحت ايه؟ تحت الصفر تمام كده؟ طيب تعالى نشوف ايه تاني مميزات اجهزة القياس ذات الملف المتحرك وهنا نتكلم عن الاجهزة دي من حيث المميزات والعيوب وهنتكلم عن استخدامها كمان رقم واحد لها حساسية عالية حساسيتها عالية او في القياس رقم اتنين لها دقة عالية دقة الجهاز ودقة قراءة الجهاز عالية جدا رقم ثلاثة لها تدريج منتظم رقم اربعة لا تتأثر كثيرا بالحرارة رقم خمسة لا تتأثر بالمجالات المغناطيسية الشاردة وهنتكلم عنها برضو رقم ستة لها قوة تخميد كافية يعني ايه الكلام ده؟ قال لي والله اجهزة القيازة الملف المتحرك دي اجهزة بيبقى حساسيتها عالية حساسيت القياس بتاعتها عالية سنستفة بتاعتها عالية وبيبقى الدقة بتاعتها قيمة عالية برضو والدقة دي لو تفتكر كنا بنشوفها فين كنا بنشوفها رقم مكتوب على واجهة الجهاز تمام كده؟ كمان قال لي الاجهزة دي لا تتأثر بدراجات الحرارة بارتفاع دراجات الحرارة طبش معنى قلناك كلمتين دول هقولك افتكر ان من القواعد اللي تعلمناها في استخدام اجهزة القياس وحفظ اجهزة القياس اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان الاجهزة دي يتم حفظها في اماكن بعيدة عن ضراجات الحرارة العالية بعيدة عن المغناطيسيات المجورة ما يبقاش جنبها مغناطيسيات وهنا نقطة موجودة في المميزات ان هي لا تتأثر بالمغناطيسيات الشردة يعني لو انا حطت الجهاز ده جهاز قياسة زو ملف متحرك جنبه مغناطيس او حطته في الدولاب جنبه مغناطيس او جنبه مجال مغناطيسي من اي نوع جنبه محرك كنت ريسا مشغاله ومجربه وجبت المحرك حطيته والجهاز جنبه مش هيتأثر لانه من مميزات اجهزة القياس ذات الملف المتحرك انها لا تتأثر بالمغناطيسيات الشردة تمام كده قلنا كمان ان هي قوة كافية او لها قوة كافية في التخميد ليه؟ لان احنا قلنا في هايات وفيها اوزان طب التخميد ده عزم التخميد او عزم الفرمالة هنا في مجموعة العزوم كان فيها عزم بيخلي المؤشر او بيساعد المؤشر عزم الانحراف انه هو يطلع للقيمة المقاسة عزم التحكم וعزم الفرمالة عزم الفرمالة ده اللي كان بيخلي المؤشر يثبت عزم التخميد والفرمالة هو اللي كان بيخلي المؤشر بدل ما يروح على كمية ويفضل يبقى فيه اهتزازة مش عارف اخذ القراءة بتاعتي لأه ده عزم التخميد وعزم الفرمالة هو اللي كان بيؤثر وبيساعد على ان المؤشر يثبت على القيمة المراد قياسها لتسهيل اخذ القراءة تمام كده وبالتالي اجهزة القياس ذات الملف المتحرك من افضل الاجهزة لها او من مميزتها ان هي لها عزم تخميد قوي لها قوة تخميد عالية يعني المؤشر ما بيتحرك بيثبت بسرعة على القيمة المراد قياسها تمام كده طيب تعالى نشوف عيوب اجهزة القياس ذات الملف المتحرك نشوف مع بعض رقم واحد ارتفاع تكليف تصنعها تكلفتها غالية او تكلفة تصنعها عالية رقم اتنين عدم تحملها للطيارات الزائدة ما بتتحملش الطيار العالي رقم تلاتة تستخدم فقط في قياس دوائر الطيار المستمر تمام يبقى من اهم عيوب اجهزة القياس ذات الملف المتحرك ايه يا شباب من اهم عيوبها ارتفاع تكليف تصنعها عدم تحملها للطيار الزائد الطيار العالي ما بتستحملش طيار عالي بتستخدم في دوائر الطيار المستمر فقط لانه الطيار المستمر بيبقى قيمته منخفضة عن الطيار المتردد وسهل التحكم فيه بعد كده استخدامات اجهزة القياس ذات الملف المتحرك استخدامات اجهزة القياس ذات الملف المتحرك هنا اللي انا اقدر استخدمها طبعا انا هايز بيها طيار مستمر يبقى هنا بيقول لي تستخدم كاميترات لقياس الطيار المستمر الضعيف تاني تستخدم كاميترات يعني تستخدم كجهاز اميتر في قياس الطيار المستمر الضعيف للغاية الطيار الصغير من صفر لحد او حتى 25 مايكرو امبير تمام كده طيب ولا استخدام الجهاز لقياس طيارات عالية لو الجهاز ده انا عاوز استخدمه في قياس طيار عالي نعمل ايه او طيارات العالية لان هايزها لحد 200 امبير هنعمل ايه توصل معها على التوازي فاكرين مجزئات الطيار اللي حضرتك درستها في الصف الاول مادة الهندسة الكهربية اساسيات الهندسة الكهربية درسنا مضاعفات الجهد ومجزئات الطيار عفوا يبقى هنا هوصل بالتوازي مجزئات الطيار بتبقى مصنوعة او المجزئات الطيار دي مقاومات بتبقى مصنوعة من المنجنين ومقاومتها صغيرة جدا تمام ليه علشان اقدر استغل الجهاز ده بدل ما هيقس لي طيار من صفر حتى 25 مايكرو امبير لا ده انا عاوز اخليه اس او عايز استخدمه في قياس طيارات عالية تصل لـ 200 امبير يبقى انه هنوصل بالتوازي طبعا هنوصل مجزئات الطيار دي فين بالتوازي مع ملفات الجهاز بالتوازي مع ملف الجهاز بيبقى مجزئ الطيار ده عبارة عن مقاومات مصنوعة من المنجنين ومقاومتها صغيرة جدا بعد كده استخدامات اجهزة القياز ذات الملف المتحرك الكلام ده انا كنت باستخدم جهاز القياس كاميتر طب تعالى هنا تستخدم هذه الاجهزة وحدها دون ملحقات كفولتاميترات دون ملحقات يعني ايه يعني مش هضيف معها مجزئات طيار تمام دون ملحقات لقياس جهود مستمرة قيمتها صغيرة للغاية من صفر حتى 10 ملي فولت يعني لو انا هستخدمها كفولتاميترات جهاز قياس ما هنا جهاز القياس ذو ملف متحرك ده هل هو اميتر بس؟ لا ما هو فيه جهاز قياس ذو ملف متحرك اميتر من نوع جهاز او من نوع ذو ملف متحرك وفيه فولتاميتر من نوع ذو ملف متحرك بس هنا لما كان اميتر ذو ملف متحرك لما كان اميتر ذو ملف متحرك فكنت باستخدمه مع الطيرات الصغيرة الضعيفة للغاية من صفر لحد 25 مايكرو أمبير ففي الحالة دي كنت باستخدمه بدون ملحقات برضو وبعدين لما حبت أزود أخلي جهاز الأميترز وملف متحرق ده يبدأ يئيس معايا في طيرات عالية تصل إلى 200 أمبير كنا بنوصل معاه الملحقات بقى اللي هي مجزئات طيار طب مجزئات الطيار دي عبارة عن مقاومات متصلة بالتوازي مع ملف الجهاز نفسه وفي الحالة دي يبدأ يقرأ معايا أو يقدر يقرأ معايا طيارات عالية حتى 200 أمبير ومجزئات الطيار دي بتبقى قيمة مقاومتها منخفضة جدا لكن لما هستخدمه فولتاميتر لما هستخدمه فولتاميتر لو بدون ملحقات برضو هقضى رئيس جهود صغيرة جدا من صفر حتى 10 ميلي فولت تمام؟ يبقى في الحالة دي برضو أقدر أقول إيه؟ وليستخدامها لقياس جهود عالية تصل إلى 800 فولت يعني لو أنا عاوز أخلي الجهاز ده جهاز الفولتاميترز وملف متحرك يسمعايا لحد 800 فولت هنعمل إيه؟ هنوصل معاها على التوالي مقاومة عالية مصنوعة من المنجاناين دي بدي يبقى اسمها مضاعفات الجهد تمام؟ زي ما اتفقنا أن أنت في الصف الأول درست المجزئات والمضاعفات مجزئات الطيار ومضاعفات الجهد تمام؟ كده يبقى كده أقدر أستخدم جهاز القياز وملف متحرك أقدر أستخدمه كأميتر وكفولتاميتر تمام؟ وبيختلف لو أميتر هستخدم معاه لو أنا عايزه يقيس طيار عالي حيقيس لي أو هستخدم معاه مجزئات الطيار بالتوازي ولو هستخدمه كفولتاميتر وعاوزه يقيس جهود عالية لحد 800 فولت هوصل معاه مقاومة عالية على التوالي اللي هي مقاومة مصنوعة اللي بنسميها مضاعفات الجهد بعد كده الأخطاء التي تنتج عن استخدام هذه الأجهزة كأميترات وفولتاميترات يعني جهاز القياز وملف متحرك إحنا قلنا إنه نقدر استخدمه كأميتر وكفولتاميتر جميل طب في مشاكل ممكن تنتج عنه؟ أيوة إيه هي المشاكل دي بقى؟ رقم واحد تأثر الجهاز بتغير ضررة الحرارة بسبب زيادة المعامل الحراري بالملف وتغير مقاومته بزيادة ضررة حرارته هو قال لي الجهاز نفسه ما بيتأثرش بالحرارة ولكن الملف الداخلي المعامل الحراري بتاعه بيتأثر وبتغير مقاومته بزيادة ضررة الحرارة طيب رقم اتنين قال لي ضعف المغناطيس الدائم بالتقادم لذلك تصنع المغناطيسيات الدائمة حاليا من سبيكة الصلب والنكل التي تتميز بسبات المغناطيسية وعدم تأثرها أو تأثرها بمرور الوقت يبقى أنا عندي مشكلة مهمة جدا اللي هي نتيجة قدم أجهزة القيازة الملف المتحرك بيبقى عندي إن جهاز القياز وملف متحرك ده احنا قلنا بيبقى فيه الملف على استوانة أو على قلب حديدي وبيبقى عندي مغناطيس دائم اللي هو على شكل حزاء الفرس أو حدوة الحصان المغناطيس الدائم ده نتيجة القدم والعمر الطويل للجهاز والاستخدامات الكثيرة وعمر الطويل بيبقى المغناطيس الدائم ده بيتعرض للتقادم أو بيتعرض لمشاكل كتير دي بيتسبب لي مشاكل فيه القياس وعملية القياس وتأثر على الجهاز علشان كده قال لي إنه بيفضل أو مؤخرا بقى إيه اللي بيحصل؟ عفوان قال لي علشان كده بيتم صنع المغناطيس الدائم من سبيكة من السلب والنيكل والسبيكة دي ما بتتقصرش بالتقادم وما بتتقصرش بدرجات الحرارة وما بتتقصرش بمرور الوقت تمام؟ يبقى ده الحل إن أنا أتغلب على إنه يبقى عندي مشكلة بسبب المغناطيس الدائم وكمان سبيكة السلب والنيكل بتتميز بمغناطيسيتها السبتة بتتميز بمغناطيسيتها إيه؟ السبتة يعني ممكن يجي يقول لي أعلل يفضل صنع المغناطيس الدائم في أجهزة القياس ذات الملف المتحرك من سبيكة السلب والنيكل ليه يا فندم؟ رقم واحد لأن لها مغناطيسية سبتة رقم اثنين لأنها لا تتأثر بمرور الوقت تمام؟ أو بالتقادم تمام كده؟ يبقى دي جزئية مهمة جدا لإحنا لازم نفهمها في أجهزة القياس ذات الملف المتحرك أن من المشاكل اللي بتقابلني لو أنا استخدمته كأميتر وفولتاميتر كمان عندي قال لي أن رقم ثلاثة تأثر دقة الجهاز بالمجالات الشردة لذلك توضع هذه الأجهزة داخل علبة من السلب لمنع وصول المجالات الشردة إلى آليات الحركة أو إلى المغناطيس الدائم طيب هنا معناه إيه الكلام ده؟ إحنا قلنا أن الجهاز ده لا يتأثر بالمغناطيسيات الشردة ده من مميزاته طب هنا قال لي خد بالك ده دقته ممكن تتأثر بالمجالات الشردة وعلشان كده الجهاز ده مغلف مغلف بعلبة من السلب يعني عليه غلاف علبة من السلب ليه؟ لمنع وصول المجالات الشردة إلى آليات الحركة أو إلى المغناطيس الدائم ممكن هنا يجيلي سؤال علل برضو علل يتم تغليف أو توضع الأجهزة ذات الملف المتحرك أو أجهزة القياس ذات الملف المتحرك في غلاف معدني من السلب أو علبة من السلب ليه يا فندم؟ قال لي لعدم تأثرها بالمغناطيسيات الشردة لعدم ايه؟ تأثرها بالمغناطيسيات الشردة والحفاظ على المغناطيس الدائم والحفاظ على ايه؟ المغناطيس الدائم وبالتالي أنا حفظت على دقة الجهاز نفسه ما تأثرتش لأنه هنا قال لي أن دقة الجهاز هي اللي ممكن تتأثر بالمغناطيسيات الشردة ليه؟ لأن المغناطيسيات الشردة أثرت على المغناطيسيات الداخلية اللي هي المغناطيس الدائم والملف تمام وبالتالي انا بتتصنع وهي بتتصنع بتبقى داخل غلاف من الصلب وللحفاظ على المغناطيس الدائم والحق وعدم تأثرها بالمغناطيسيات الشردة طيب نشوف رقم اربع رقم اربع تأثير الجهاز بالزنبرك تأثير الجهاز بالزنبرك لذلك يوضع بالجهاز زنبركات في اتجاهين متضادين يوضع بالجهاز زنبركات في اتجاهين متضادين في الشكل اللي احنا شفناه في شكل الجهاز وتركيب الجهاز احنا شفنا يين او زنبركين واحد في الامام خلف المؤشر مباشرة واحد خلف الجهاز وخلف الاستوانة والمغناطيس الدائم ليه؟ كل واحد منهم كان ملفوف في اتجاه معين علشان يحافظ على المؤشر وسبات المؤشر وحركة المؤشر وكمان ما يقصر ليش على الجهاز ويبقى تأثير الجهاز جاي بسبب الزنبركات او اليايات بعد كده اجهزة القياز ذات الحديد المتحرك اجهزة القياز ذات الحديد المتحرك يعني طب انا دلوقتي عندي جهاز قياز ذو حديد متحرك وفيه جهاز قياز ذو ملف متحرك طب فيه جهاز قياز بيجمع بين الاتنين فيه اجهزة قياز ذات ملف متحرك وقلب حديد متحرك تمام؟ فيه اجهزة قياز ذات ملف متحرك وفيه اجهزة قياز ذات قلب حديد متحرك وفيه اجهزة قياز تانية ذات ملف متحرك وقلب حديد متحرك تعال نشوف الجهاز ده بيتكلم عن ايه وفكرته ايه قال لي والله تعتمد نظرية تشغيل اجهزة القياس بحديدة متحركة على القوة الميكانيكية الناتجة عن التأثير المتبادل لقوة الجذب والتنافر بين قطبين او مجالين مغناطيسيين يعني برضو بيأكد فكرة ان فيه ملف هيمر فيه طيار فهينشأ عنه مجال وفيه مجال مغناطيسي ناتجة عن المغناطيس الدائم جميل طيب هنا اجهزة القياس بحديدة متحركة بيقول لي رقم واحد اجهزة قياس بحديدة متحركة وملفات مسطحة ده نوع وتسمى احيانا اجهزة القياس بحديدة متحركة من النوع التجاذبي يبقى انا عندي انواع اجهزة القياس ذات الحديد المتحرك عندي اول نوع اجهزة قياس بحديدة متحركة وملفات مسطحة الاجهزة دي اسمها ايه اجهزة قياس من النوع التجاذبي تمام طيب النوع التاني اجهزة قياس بحديدة متحركة وملفات مستديرة وملفات ايه مستديرة وتسمى اجهزة قياس بحديدة متحركة من النوع التنافري تمام كده شباب يبقى انا عندي فيه نوع تجاذبي وفيه نوع ايه اه 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 تنافري اه بعد كده نظرية عمل طبعا كل نوع منهم هيكون ليه نظرية وهنا هنتكلم عن نظرية عمل الجهاز زوء النوع التجاذبي او جهاز القياس من النوع التجاذبي بيقول لي ايه بيقول لي تعتمد نظرية التجغيل على ان الملفات الاستوانية الحاملة للطيار يكون لها مجال مغناطيسي سابت ويكون لها قطبان وتصبح قادرة على التأثير على اي قطعة حديدية توضع في مجالها واذا وضعت قطعة من الحديد المطاوع قرب احد اطراف ملف استواني وارتكزت من احد اطرافها على عمود متحرك داخل كراسي تحميل فان الحديدة تنجذب الى مركز الملف بمجرد مرور طيار بالملف تمام كده طيب اجهزة القياس من النوع او ذات الحديدة المتحرك من النوع التجاذبي ده الشكل بتاعها تمام ده شكل اجهزة القياس او التركيب الداخلي لاجهزة القياس ذات الحديدة المتحركة او الحديد المتحرك من النوع التجاذب بيبقى عندي التركيب بتاعه رقم واحد زنبورك زي ما احنا شايفين الزنبورك اللي هنا ده رقم اتنين عندي قطعة من الحديد المطاوع رقم 3 ملف مستطيل الملف اللي تحت ده اللي هو على بكرة هنا مستطيل السلك ده رقم 4 وسيلة تخميد اللي هي الاوزان والاسقال رقم 5 كباس متحرك لمنع زبزابة المؤشر الكباس ده كده ده اللي موجود هنا ده كده كباس متحرك لمنع زبزابة المؤشر تمام طيب اجهزة القياس ذات الحديد المتحرك من النوع التنافري وهنا ده نوع او شكل التركيب الداخلي لاجهزة القياس من النوع التنافري ذات الحديد المتحرك التركيب بتاعه ايه رقم 1 ملف اسطواني وهو الملف اللي شكله الكبير ده كده ملف اسطواني مستدير كراسي تحميل الكراسي التحميل هي الجزء اللي هنا ده شايف اللي هو عليه رقم 4 هنا المؤشر ده كده والجزء اللي هنا دي اسمها كراسي تحميل رقم ثلاثة يايات وزنبركات موجودة في الداخل في الجزء هنا ده رقم أربعة قطبين مغناطيسيين قطبين مغناطيسيين رقم خمسة عمود دوران يحمل المؤشر عمود الدوران ده كده يا شباب العمود اللي بين الكراسي التحميل يعني أنا عندي ده كرسي تحميل وهنا ده كرسي تحميل اللي واصل ما بينهم ده عمود دوران يحمل المؤشر أو بيثبت عليه المؤشر طيب مميزات أجهزة القياس ذات الحديد المتحرك من النوع التنافر مميزاته ايه رقم واحد سهولة التصميم رقم اتنين بيبقى عندي قلة تكاليف إنشأها رقم ثلاثة تحملها للطيارات الزائدة رقم أربعة أماكن استخدامها أو أماكن استخدامها في نظم الطيار المتردد والطيار المستمر على السواء أو يعني إننا نقدر أستخدمها في الطيار المتردد والطيار المستمر يعني بتشتغل على الطيارين عيوب أجهزة القياس ذات الحديد المتحرك من النوع التنافر عيوبها ايه؟ قال لي رقم واحد عدم انتظام تدريج الجهاز يعني التدريج بتاعها مش منتظم ودي مشكلة كبيرة وانت تاخد كرأتك رقم اتنين تأثرها بتغير التردد فيها مشكلة لو التردد حصل فيه تغير هي بيحصل فيها التأثر وتتأثر بتغير التردد رقم ثلاثة تأثرها بالمجالات المغناطيسية الشاردة رقم أربعة انخفاض دقة القياس بهذه الأجهزة لأنه طبعا طبعا أنا عدم انتظام التدريج وتأثرها بالمجالات المغناطيسية الشاردة ده هيأثر على دقة القياس وكمان تغير التردد بيأثر عليها فبالتالي دقة القياس وحساسيتها كمان هتبقى مش مزبوط حساسية الجهاز طيب لو أنا هستخدم الأجهزة التنفرية دي لو هستخدمها كأميتر وكفلتاميتر هيبقى ايه؟ هل هيبقى فيه ملحقات زي ما شفنا في أجهزة القيازة الملف المتحرك؟ هل هتستخدم في طيارات صغيرة ضعيفة ولا طيارات عالية أو جهود صغيرة ضعيفة أو جهود عالية؟ تعال نشوف يستخدم الجهاز وحده دون ملحقات كأميتر لقياس طيار تتراوح شدته بين 3 ملي أمبير إلى 500 أمبير ده كده طيار عالي وتتحمل هذه الأجهزة الطيارات الزائدة دون استخدام مجزئ وقد تستخدم مع محولات الطيار ويتم توصلها بالملفات السنوية ده فكرنا بإيه حضرتك؟ ده فكرنا إحنا من شوية اتكلمنا عن أجهزة القيازة الملف المتحرك وقلنا إن الأجهزة دي علشان تقيس طيارات عالية لابد من إضافة ملحقات والملحقات دي علشان تقيس طيارات عالية كان لازم أضيف ملحقات اللي هي مجزئات الطيار بالتوازي وبتبقى مقاومة أو عبارة عن مقاومات متصلة بالتوازي مصنوعة من المنجني طيب علشان كنت أستخدمها أخليها تقيس طيار عالي كنت باستخدم لها مجزئات طيار طيب ممكن أستخدمها كفولتاميتر؟ أيوة كنت باستخدمها كفولتاميتر وبتقس لي طيار جهود صغيرة برضو من صور من صفر لعشرة ملي فولت وكمان علشان أستخدمها في قياس جهود عالية لحد 800 فولت كنت باستخدم لها ملحقات أو بوصل لها ملحقات اللي هي مضاعف الجهد مقاومة بالتوالي مع مقاومة الجهاز وبالتالي كنت أقدر خليها تشتغل على جهود عالية ولكن هنا في أجهزة القياز ذات الحديد المتحرك أو النوع التنافري هنا الجهاز نفسه بيتحمل الطيارات الزائدة وبالتالي بيقيس طيارات عالية لحد 500 أمبير بدون ملحقات بيقيس لحد 500 أمبير بدون ملحقات وكمان قال لي أن الأجهزة دي بتتحمل الطيارات الزائدة دون استخدام مجزء يعني بدون ملحقات وكمان بيفكرني بحاجة في مادة الرسم الفني حضرتك لما بتوصل أجهزة القياس وديها تدرسها في الصف الثالث إن شاء الله في مادة الرسم الفني علشان توصل أجهزة القياس على الرسم والمخطط هتلاقي أنه أجهزة القياس لابد من توصيل محولات طيار لها لأجهزة القياس لتخفيض قيمة الطيار بما يتناسب مع الجهاز وهنا كان بيتوصل مع الملف السنوي للمحول أو محول القياس استخدام أجهزة القياس ذات الحديد المتحرك من النوع التنافري برضو كأميتر وفولتاميتر وهنا أنا برضو لسه كنت باستخدمه كأميتر تعالى هنا هقدر أستخدمه كفولتاميتر ولا لأ قال لي هتقدر تستخدمه كفولتاميتر وبطيارات عالية برضو وبرضو ممكن ما يكونش فيه ملحقات يعني بدون إضافة ملحقات تمام؟ يبقى هنا بقول لي تستخدم دون ملحقات كفولتاميتر أو لقياس جهود تتراوح قيمتها بين فولت واحد من واحد فولت لحد كام؟ تمنمائة فولت دون استخدام مقاومات على التوالي كما يمكننا استخدام الفولتاميترات من هذا النوع مع محولات جهد لقياس الجهود العالية برضو في دوائر المولدات والمحولات اللي باستخدم لها جميع أجهزة القياس أو باستخدم لها أجهزة قياس لقياس شدة الطيار وقياس فرق الجهد برضو أنا ممكن أستخدم معها الجهاز ده كأميتر وكفولتاميتر مع توصيله مع الملف الثانوي لمحولات جهد أو محولات طيار سواء أنا أستخدمها أميتر أو فولتاميتر مع محولات جهد لقياس الجهود العالية وتتراوح القوة الممغنطة لأجهزة القياس ذات القلب الحديدي النوع أو من النوع التنافري بين 200 أمبير لكل لفة أو 200 أمبير لللفة إلى 300 أمبير لللفة الوحدة وتتراوح عدد لفات الملف بين لفة واحدة وعدة آلاف من اللفات يعني الأجهزة دي قوتها عالية أوي طياراتها عالية أوي صح كده وده اللي شفناه في المميزات والعيوب هنا بيقول لي زي ما كان في أخطاء في أجهزة القياس ذات الملف المتحرك هنا برضو في أخطاء في أجهزة القياس ذات الحديد المتحرك أو من النوع التنافري زي إيه؟ رقم واحد تأثره بالمجالات الشردة دي مشكلة موجودة فيه تأثر تأثير القطع الحديدية بظاهرة التخلف المغناطيسي تأثر الأجهزة بتغير التردد يؤثر التردد على ممنعة الملفات ودي حاجات داخلية داخل الجهاز الملف المتحرك وأسف القلب الحديدي والملف الداخلي وكمان المغناطيس الدائم وتأثره بالمجالات الشردة وتأثير القطع الحديدية بظاهرة التخلف المغناطيسي يعني القطع الحديدية الداخلية للملف دي بتتأثر بالمجالات المغناطيسية يعني المجال المغناطيسي الناتج من الملف والمجال المغناطيسي الناتج من المغناطيسي الدائم دول بيأثروا على المكونات الداخلية الحديدية المكونات المعدنية الحديدية داخل الجهاز بتتأثر بالتخلف المغناطيسي يعني بتتأثر بالمجالات الدوامية أو الطيرات الدوامية أو الإعصارية الناتجة من المجال المغناطيسي في القلب الحديدي المتحرك فبتأثر على الجهاز داخليا وكمان ما ننساش تأثره بالتردد ده بيبقى مشكلة كبيرة في الجهاز وتأثره بالمغناصيات الشردة من خارج الجهاز نفسه وبالتالي دي تأثر عليه كليا على الجهاز كليا طيب بعد كده أجهزة القياس الكهروديناميكية وأجهزة القياس الكهروديناميكية دي حنشوف أنا عندي كم نوع من الأجهزة أو أجهزة القياس الكهروديناميكية تعال نشوف كده في الأول أجهزة القياس الكهروديناميكية دي هي إيه أو هي عبارة عن إيه هي أجهزة أجهزة قياس بملف متحرك يكون فيها الفيض الأساسي ناتجا عن ملف ثابت بدلا من المغناطيس الدائم ويمكن استخدام هذا النوع من أجهزة القياس لقياس الطيار والجهد ولكنها تستخدم بشكل أساسي لقياس القدرة وهنا أنا هقدر أستخدم الأجهزة دي في قياس القدرة الكهربية تمام؟ في قياس إيه؟ القدرة الكهربية لأنه بيقول لي يمكن استخدام هذا النوع من أجهزة القياس لقياس الطيار والجهد تمام؟ يعني فيها داخليا ملفين ملف جهد وملف طيار عشان كده قال لي تستخدم بشكل أساسي في قياس القدرة الكهربية أو لقياس القدرة الكهربية تركيب أجهزة القياس الكهروديناميكية إيه هي والتركيب بتاعها؟ قال لي والله يتركب من ملفين أحدهما ثابت والآخر متحرك الملف الثابت مقصوم إلى نصفين متساويين أفهم الملف الثابت مقصوم إلى نصفين متساويين هنرمز لهم بالرمز F وهنشوفها على الرسم دلوقتي رسم توضيحي ويثبتان بالقرب من بعضهما البعض بشكل متوازي تعال نشوف الشكل ده كده نكبر مع بعض الشكل هنا ملف وملف الملف مقصوم نصفين بقى عندي الملف ده رمزنا له بF والملف ده رمزنا له بF هنا شكل تاني بيوضحها لي برسم مخطط فني أو مخطط كدائرة كهربية هنا عندي ملف أهوت اتقسم لجزئين أدي جزء وأدي جزء وعندي ملف متحرك تاني على هنا ملف السابت الرمز F والملف المتحرك على قلب حديدي للجهاز تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي استخدام أجهزة القياس الكهروديناميكية هستخدمها في إيه؟ قال لي والله أقدر أستخدم أجهزة القياس الكهروديناميكية في قياس الطيار المستمر أو في دوائر الطيار المستمر لقياس الطيار المستمر رقم 2 في دوائر الطيار المتردد لقياس الطيار المتردد طيب رقم 3 في قياس القدرة أحادية الوجه قدرة أحادية الوجه أو الوجه واحد كمان في قياس معامل القدرة كمان في قياس التردد يبقى أنا عندي النوع ده أقدر أستخدمه في طيار إيه طيار متردد وإيه طيار مستمر وإيه القدرة وجه واحد وهو معامل القدرة وقياس التردد طيب بعد كده التخميد في أجهزة القياس الكهروديناميكية هو التخميد ده إيه يا شباب التخميد ده معناه أني بحاول أحافظ على ثبات وسكون وتخميد حركة المؤشر في أجهزة القياس تمام تعال نشوف هنا التخميد إزاي يستخدم التخميد الهوائي لهذه الأجهزة لأن التخميد بواسطة الطيارات الإعصارية أو الدوامية غير فعال ليه؟ لأن المجالات المغناطيسية الناتجة تكون ضعيفة تمام طيب خصائص الأجهزة الكهروديناميكية أو خصائص أجهزة القياس الكهروديناميكية خصائصها إيه؟ أول حاجة خالية من الطيارات الإعصارية تاني حاجة إن هي حساسية منخفضة يعني حساسية الجهاز ده بتبقى ضعيفة وبالتالي خد بالك طالما حساسية الأجهزة ضعيفة أوتوماتيك على طول كده دقة الجهاز ضعيفة تمام؟ طيب أجهزة القياس الحسية وأجهزة القياس الحسية عندي بيبقى فيها أنواع مختلفة وطريقة استخدامها وألية عملها مختلفة عن الأجهزة الكهروديناميكية أجهزة القياس الحسية بيقولي تستخدم أجهزة القياس الحسية في دوائر الطيار المتردد فقط لإيه؟ لأنه الأجهزة دي بتشتغل على التأثير المتبادل بين الملفات ومجالة مغناطيسية متبادلة بين الملفات فده مش هتلاقيه في الطيار المستمر أو في دوائر الطيار المستمر تمام كده شباب؟ طيب نظرية العمل إيه؟ تعتمد هذه الأجهزة على التأثير المتبادل زي ما قلنا لقواعد الجذب والتنافر بين المجالات ويطلق عليها اسم المجالات الدوارة حيث تفصلها عن بعضها البعض زوية معينة وتأتي تباعا في نظام دائري وتستخدم هذه الأجهزة أساسا في قياس الطاقة الكهربائية طيب تركيب أجهزة القياس الحسية عندي الجهاز الحسي بيتكون من إيه؟ اللي والله بيتكون من قلب حديدي لو أنت شايف هنا كده في قلب حديدي وعلي ملف وفي هنا أرس معدني تمام؟ وفي هنا أرس معدني وعمود دوران وعلي مؤشر يبقى رقم واحد في التركيب ملفات مغناطيسية رقم اتنين قلب حديدي تلاتة مغناطيس دائم أربعة عمود دوران خمسة ياي ستة مؤشر ورقم سبعة حلقتان من النحاس مقصورتان على نفسهم أو على بعضهم وده بيكون تركيب أجهزة القياس الحسية وللأسف وقت حلقتنا انتهى معاكم تمنيتنا ليكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر